السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ننهي اليوم إن شاء الله المحور الثامن الخاص بالتكنيكس في الـ AC Circus وقد رأينا خمس تقنيات التقنية الأولى طريقة النوت طريقة الماش طريقة السورس ترانسفورميشن والسبوربوزيشن واليوم إن شاء الله سوف نرى الطريقة الخامسة وهي طريقة الثيفنن سنطبقها في الـ AC وكما رأيناها مفصلة مع الـ DC سوف نراها اليوم إن شاء الله مطبقة في الـ AC إذن عندي دارة كهربائية مطلوب مني استخراج الثيفنن إكيفلنت ما معنى الثيفنن إكيفلنت؟ يعني تعويذ كل هذا السوركت المطلوب بين الـ A والـ B بـ بـ الـ A والـ C معها لن نقول الآن R-ثيفنن هذه في ثيفنن لأن R-ثيفنن هذه رأيناها في الـ DC الآن في الـ AC سوف نقول عندي إذن هنا عندي أي عندي هنا إذن سوف نقول عندي هنا Z-ثيفنن وهذا هو السوركت المطلوب بين الـ A والـ B إذن المقصود بكلمة Obtain the Thيفنن إكيفلنت يعني استخراج الـ V ثيفنن في الـ Frequency Domain واستخراج الز ثيفنن بين هنا المطلوب بين طرفي الـ A والـ B إذن الخطوات المتبعة لحل مثل هذه المجاهين أولا تحويل السوركت من الـ Time Domain إلى Frequency Domain وقد رأيناه مفصلا في الجزء الأول لهذا المحور الثامن كيف نمر من دارة كهربائية في الـ Time Domain إلى Frequency Domain وهنا قمنا به ونرىه جيداً عن طريق الفولت السورس حيث هي مكتوبة في Frequency عبارة على Amplitude وزاوية وكل الـ Passive Element نرىه كذلك قد تم تحويلها إلى Frequency Domain لماذا؟ لتوحيد كل الوحدات إلى الـ يعني عبارة هذه مثلاً ZC هذه ZR هذه ZL وهذه كذلك ZR الزت قلنا هي الـ Impedance وحدتها الـ وهذه الـ Impedance تنقسم إلى ثلاثة أنواع إما ZR مثل هذا المقاوم أو ZL أو ZC إذن قلنا بالنسبة لإيجاد الثيفنين Equivalent أول شيء استخراج الثيفنين وكرر أينها في السابق مع الـ DC لكن إيجاد الـ R ثيفنين لأنه في الـ AC عندي الـ R وال-L وال-C إنما في الـ DC Part عندي فقط الـ الـ والتالي تحدثنا على R ثيفنين وهنا بما أنه عندي مقاومات في الدارات الكاربائية ملفات ومكثفات ففي الثيفنين استخراج نقول الزيت ثيفنين كيف استخرج هذه الزيت قلنا نقوم ب-off لكل المصادر للدارة الكاربائية ثم بعد ما نقوم بتورن off لكل مصادر الطاقة إن كان مصدر جوت فيعوض بسلك وإن كان مصدر طيار فنعوضه ب-open circuit ثم نقوم باحتساب الزيت اكيفلنت للدارة الكاربائية المتبقية بين الطرفين المطلوبين وهم الطرف A وB ولاحظ هنا عندي الثمانية اوم وهذا المكثف بارالل فيعوض بزد واحدة وعندي كذلك الأربعة اوم وهذا الملف بارالل وعوضهم ب impedance اكيفلنت وسميها زد تو فيصبح الساركت إذن على هذا الشكل هذه الزد وان وهذه الزد تو الزد وان هي الر بارالل مع الزد سي وهنا زد تو هي الر بارالل مع الزد وان وجدت قيمة الزد وان وجدت كذلك قيمة الزد تو ثم الزد ثم ماذا سوف تكون لاحظون الزد وان والزد تو سيريز فأقوم بالجمع لأتحصل على الزد ثيفلن في الريكتونجلر فورم ماذا بقي لي الآن بالنسبة لإيجاد الزد ثيفلن اكيفلنت إيجاد إذن بعد موقع من إيجاد الزد ثيفلن بقي لي الآن إيجاد الجهد للثيفلن إيجاد إذن أقوم بديسكنيكت اللود لو هي موجودة بين الآي والبي وأحافظ على نفس الستراكتر لهذه الدارة الكاربائية إذن كيف أستخرج الفي ثيفلن سهلة جدا لهذا السيركت أقوم أولا باستخراج الطيار الكاربائي I1 والطيار الكاربائي I2 باستخدام قانون الأول هنا عندي هذه البرانش وهذه البرانش بارالل مع الفورتس سورس فقيمة الطيار الكاربائي I1 ماذا يساوي هو قيمة الجهد على الزد بين D وال F وال I2 نفس الشيء هي قيمة الجهد على قيمة الإمبيدنس وهي أربعة ما جي 12 فالسيركت كأنه عبارة على هكذا والطيار هذا سميت I1 وهذا هو I2 فالمكون هذا هو ثمانية سلب G6 وأربعة مع G12 هي هنا كيف استخرج I1 وال I2 وإذن عندي هذه الجهد هنا نفسه في البرانش الثانية قانون الأوم إذن V على Z الأولى وV على Z الثانية إذن الآن لا ننس مجهون هو استخراج V7 قانون الجهد هنا ماذا يساوي سأطبق قانون KVL إذن قانون KVL في المسار المغلق لأتحصل على V7 مع علمنا بقيمة I1 و كلمة قيمة I2 وأستخرج بالتالي قيمة V7 في Rectangular 4 وال Polar 4 وبالتالي تعصلنا أخيرا بالنسبة لل Equivalent 7 على Z7 ورأينا في سلايد السابق وال V7 تعرفنا على إيجادها في هذا السلايد وبالتالي استخرجنا الثيبنين إيكيفلينت لهذه الدارة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر